سيد رئيس عبدالفتاح السيسي دايماً بيحاول يسأل الناس عن أحوالهم واحتياجاتهم وأي مكان الناس بيقولوا إيه للرئيس وإيه اللي ممكن يحتاجوه بيكون فيه تلبية لإحتياجاتهم دي نقطة الأخرى المهمة الحقيقة هي مسألة أنه الرئيس يسمع الناس ويفهمهم كمان إحنا بنمر بإيه ويسمع تعليقاتهم على الأضايا اللي بتتعلق بيهم وبمصر وهنا سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بيكون بيستمع بكل عناية لأنه بالتأكيد اللي الناس بتقولوا سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بيضعوا في اعتباره وهو بيتخذ قراراته بالتأكيد ده مش الشيء الوحيد لكن جزء من صناعة القرار وكمان دايماً سيادته بيحرص على أنه يكون بيوصل الناس الحقيقة ويكون بيوصل الناس لصورة الواقعية تكون قدامهم من غير أي تزييف أو تزين والنهاردة الحقيقة كان ده واضح جداً وأنه سيادته دايماً حريص على أنه يكون فيه تواصل مباشر مع الناس وزي ما شفنا حواراته مع الناس في قرية الأبعدية حقيقة أنه يوم حافل ويمكن كمان من أهم الحاجات المميزة النهاردة هو المؤتمر الوطني للشباب اللي كان بعد كده في اسكندرية والحقيقة أنه يعني كان بيتناول العديد من القضايا اللي بتهم الناس وبتهم الوطن وأنا بشوفه حوار وطني آخر بشكل مفصل